هتكون مجروحة في مجلس الإدارة مش أنا بس أنا وزمالي من المزعين في قناة النادي الأهلي لما حنشين مجلس الإدارة هقولك أن entra طبيعة تشيد علشان مجلس الإدارة ودي قناة Nate وانتو موجودين في قناة nadi وكلام ما أنت لا احنا مش هنشيد احنا هنسيب الناس هي اللي تحكم على دور مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتّ مجلس الإدارة ععمل ايه؟ عمل إنجازات كتيرة جدا سواء على المستوى الإنشائي تمام؟ مستوى الرياضي مستوى الاجتماعي فإنجازات فعلا ملموسة المستوى الرياضي بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في هذا الحفل طبعا ده مش إنجاز كبير يعني إنجاز لوحده بيتمثل في الأبطال دول اللي قدروا إنهم يجيبوا كل هذه البطلات مع المنتخب ومع النادي فأنت دورك كمجلس إنك بتشجعهم وإنك بتكرمهم ده دور مجلس الإدارة في وعي كامل للجانب النفسي بالتحديد من كبير مجلس إدارة النادي الأهلي في التعامل مع الأبطال طالما أنت فرحتني سواء كنادي أو كمنتخب لازم أنا أتكرمك ده دوري كمجلس إدارة ده فيما يتعلق به المستوى الرياضي وبالمناسبة المستوى الرياضي حيبقى فيه تطور أفضل وأفضل وأفضل من كده كمان بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي من خلال هذا الاهتمام الطبيعي والبديهي اللي دايما بيكون بالرياضة في النادي الأهلي طبعا كرة القدم أهم حاجة أكيد يعني عشان برضي بقى منطقيين أهم حاجة هي اللي في الوش دايما كرة القدم هتحس بالنجاح أكتر لما كرة القدم تعمل الإنجازات وتجيب البطولات وأهمها بتقول دوري أبطال أفريكي عشان بقى منطقي مع حضراتكو يعني وإحنا نتكلم هنا واحد من جمهور النادي الأهلي الأهم إيه بالنسبة لنا طبعا كرة القدم لكن ما ينفعش نخفل دور أبطال النادي الأهلي اللي رفعوا اسم النادي ومنتخب مصر في كل الألعاب وده هنا بقى أنا بتكلم على إيه؟ دور مجلس الإدارة إنه بس مش مهتم بكرة القدم لأيضا مهتم بالألعاب الأخرى دي القطاط حصرية وحالية من مقر النادي الأهلي بمدينة نصر قبل نصف ساعة من بدء هذا الحفل الكبير لتكريم هؤلاء الأبطال هم هنا بياخدوا صور تسكيرية طبعا وإيه الجمال ده؟ إيه الحلوة دي؟ النظام ما فيش أحسن منه دايما النادي الأهلي منظم المنظر أكثر من رائع الترابيزات هاي زي الفل حاجة جميلة تنظيم وتنصيق جيد جدا 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 من خلال الصور أهو إحنا شايفين الصور مع بعض ستيتج معمول لتكريم الأبطال دول طبعا هيكون متواجد رئيس النادي الأهلي الكابتا محمود الخطيب وبنفسه بنفسه هيكرم كل أبطالنا وهيبقى متواجد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أكيد بالكامل لو حد غاب منهم هيبقى لزروف يعني خاصة لكن هم كلهم حرسين أشد الحرص على تكريم كل نجمنا فبالتالي الصورة اللي جايلنا من هناك دلوقتي بشكل مباشر صورة أكثر من رائعة وبتدل على مدى الاهتمام الكبير جدا جدا بهذا الحفل معمول كمان في منطقة رائعة يعني منطقة بها حمامات سباحة منطقة الترفيهية الجديدة يعني في آخر مكان في مقر النادي الأهلي المدينة ناشر اللي راح زار هذا المقر وأول مكان من البوابة الخلفية للنادي لكن في العموم كنا منتكلم عن دور مجلس الإدارة اتكلمنا عن الجانب الرياضي واني جيه وقت تكريم قطلنا في الألعاب المختلفة بخلاف كرة القدم وده اللي بيحصل خلال هذه اللحظات واللي هيحصل خلال الساعة القادمة بإذن الله كمان الدور الإنشائي مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت وإحنا هنا بنقولك وبنعرض عليكم الإنجازات أو اللي حصل وانتوا قايموا قلوا دي إنجازات ولا مش إنجازات لكن اللي بيحصل هو اللي بيعبر عن نفسه في الحقيقة شغل على أرض الواقع كان واضح جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي إنشاءات عندك عدد من الإنشاءات الكبيرة جدا صارت الكرة تيه بالنادي الأهلي الجزيرة ما كانتش أصلا موجودة كانت عبارة عن خيمة حاجة كانت للأسف سيئة جدا داخل القلعة الحمراء دلوقتي بايت على أحدث وأعلى مستوى صارت الجنباز كانت رضيقة تم تطويرها بالشكل المناسب لأبطال النادي الأهلي في الجنباز والصغيرين كمان اللي بيتمرنوا في هذه اللعبة واللي بيحبوا هذه اللعبة عندك كمان إيه؟ عندك في مدينة نصر مجمع المطاعم من شهر ونص كده ولا شهرين تم افتتاحه كان حاجة جميلة قوي عندك كمان المنطقة الطرفية هي الجديدة واللي دلوقتي حيكون فيها الحفل ومن أسبعين بالضبط تم افتتاح هذا المكان أو هذه المنطقة ففي الحقيقة مجهود كبير بيحصل من مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد كبير جدا من الوعود اللي هم بينفزوها وده الأهم دايما بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي وبالتالي كمان بالنسبة لجمهوري النادي الأهلي جمهوري النادي الأهلي ما يتجزقش خالص عن كيان النادي وعن أعضاء النادي الأهلي لا بالعكس دول هم الأساس هم وطبعا أعضاء النادي دول عشانهم بيتعامل كل حاجة عشانهم بيبقى فيه اهتمام بكل الجوانب في القلعة الحمراء من قبل مجلس الإدارة بالمناسبة برضو دايما بيبقى فيه إنجازات لمجالس إدارات النادي الأهلي مختلفة الحالي، السابق، قبل السابق الكل بيعمل لمصلحة الكيان ومصلحة النادي الأهلي وده اللي احنا دايما نبقى نستنيين من أمناء النادي الأهلي لما بيكونوا في وضع أو موضع المسئولية وفي الحقيقة بيكونوا على قد المسئولية بشكل كبير جدا المستوى الاجتماعي اهتمام بعض الأنشطة الاجتماعية وعندك لجان كتيرة جدا في النادي الأهلي لجنة الشباب، لجنة المرأة لجنة كلها، فيه لجان كتيرة جدا عشان ما ننساش بس بعض أسماء اللجان لكن في كل أحوال اهتمام بالجانب الاجتماعي بأعضاء النادي الأهلي شيء مميز وملموس على أرض الواقع داخل القلعة الحمراء وكله بيبقى من خلال توجيهات مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود ألا خطيب إذن كل الأمور أمام حضراتكم والتقييم دايما بيبقى للجمهور والعضو النادي الأهلي لكن حتى الآن في الحقيقة الشغل إيجابي جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة أو خلال السنتين اللي فاتوا طيب في أيضا أمور عديدة عايزين نتكلم فيها وأكيد يعني ياريت يا جماعة أول بأول كده لو فيه كمان أخبار تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم لأن برضو اللي بيتفرجوا علينا عايزين يعرج في آخر أخبار الفريق أنت مجبل على بطولة مهمة أو فبنحاول بقدر أن نستطيع أن نتنوع مع حضراتكم في الحلقة النهاردة أو في هذه التغطية نقول لكم أخبار كرة القدم إيه يعني كمان لو فيه أي جديد حيقول لنا المران على هامش أو على وشك الانتهاء يعني خلينا نروح شوية للعبة السكواش اتكلمنا عن بعض اللاعبين واللعبات في مختلف الألعاب الأخرى نروح للسكواش شوية لأن السكواش في الحقيقة أيضا عندنا أبطال فيه كتير جدا خلينا نبتدي بمصطفى محمود عسل مصطفى عمل إيه خد المركز الأول بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة والتي أقيمت بماليزيا للعام الثاني على التوالي حصل على المركز الأول بطولة إنجلترا المفتوحة للشباب تحت 19 سنة ده من ضمن الإنجازات في السكواش عندك أمينة محمد حامد دي كمان حصلت على المركز الأول لمدالية زهبية بطولة هونغ كونج الدولية لمرحلة تحت 19 سنة ناشئات وحصلت على المركز الأول بطولة إنجلترا المفتوحة للسكواش لمرحلة تحت 19 سنة ناشئات عندنا كمان يوسف شام سالي حصل على المركز الأول لمدالية زهبية بطولة هونغ كونج وعندنا آدم محمد حسين خد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة هون كونج الدولية تحت 11 سنة يوسف كان تحت 12 سنة مروان محمود عسل المركز الأول تحت 11 سنة للبطولة العربية لنشئين واللي كانت في القاهرة وكمان عندك نادين وليد الحمامي المركز الأول ببطولة العربية لنشئات تحت 12 سنة وكانت في القاهرة أيضا وندور محمد ماجد المركز الأول تحت 15 سنة ومحمد مصطفى المركز الأول ما شاء الله كمية مركز أولى يعني ما شاء الله يعني مصطفى محمد المركز الأول 17 سنة حمدي إهاب المركز الأول بطولة العربية 17 سنة ويوسف تامر الشريف المركز الأول أيضا 17 سنة اتكلمنا عن كاراتي؟ هنحاول نتكلم على أكبر قدر ممكن للألعاب بإذن الله ودي صورة زي ما حراركوا كنتوا شايفين كده من الاستعدادات لهذا الحفل لتكريم أبطلنا وبطلاتنا في مختلف الألعاب اللي حملوا اسم النادي الأهلي واسم المنتخب المصري مصري مصري